بالتأكيد هيكون عندنا فقرة جديدة في البرنامج طوال بطولة العالم وهي هنتكلم فيها عن بطولة العالم الفقرة دي مخصصة طبعا لبطولة العالم هنتكلم فيها مش بس على منتخب مصر على كل المنتخبات بالتأكيد وعن أبرز الإحصائيات والنتائج وكل الكلام ده طيب البداية مع منتخب اليد واللي أنها استعداداته لمواجهة منتخب المغرب بكرة في الجولة التانية من بطولة العالم واللي بتتلعب في السويد وبولندا في الفترة من 11 لحد 29 يناير الجاري فريق طبعا خاط تدريبات استشفائية النهاردة الصبح بقيادة الإسباني روبرتو جارسيا باراندو وبعدها عمل تدريبات كرة وصحالة من التركيز على جميع اللعبيين لتحقيق الفوز التاني على التولي منتخب اليد كان فاز إمبارح على كرواتسيا بنتيجة 31-22 في افتتاح مشواره ببطولة العالم وقدم لعيبة المنتخب طبعا زي ما اتكلمنا في بداية الحلقة مستوى مميز وجيد ومحترم جدا بالتأكيد أما عن الاتحاد الدولي لكرة اليد فصلت الضوء على التصدي الرائع والمميز لنجمنا طبعا كريم هندوي حارس منتخب مصر أمام المنتخب الكرواتسي ومساهمته في فوز مصر بنتيجة 31-22 في أول مباراة ببطولة العالم زي ما حضراتكم شايفين الاتحاد الدولي نشر فيديو على حسابه الرسمي على تويتر لتصدي كريم هندوي لأحدى الكرات الخطرة من مهاجب المنتخب الكرواتسي وكتب الاتحاد الدولي على الفيديو إنقاذ كبير من كريم هندوي في فوز مصر الأول في بطولة العالم أمام كرواتسي وظهر في الفيديو تصدي حارس يد المنتخب ونادي أزمالك للكرة الخطيرة من أحد مهاجمي كرواتسي ولحقه بالكرة مرة تانية قبل أن تتخطى خط المرمى كريم هندوي قام بـ 12 تصدي من أصل 34 تزديدة على المرمى بنسبة وصلت لـ 34% دون احتساب كمان التزديدات اللي جاءت خارج حدود المرمى وكمان تصدي لرمية جزائية من أصل 300 بنسبة 33% طبعا إنجاز محترم جدا جدا من كريم هندوي بالتأكيد خلال مباراة إمارح بنتمنى له كل التوفيق واستمراره على نفس المستوى في كل ما هو مقبل هو وحمايد ومحمد علي بالتأكيد أما عن الأجنطيني جامس باركر محترف فريق يد أزمالك واللي تقلق بشكل قوي جدا مع منتخب بلاده في أول مباراة ببطولة العالم المقامة دلوقتي في سويد وبولندا جامس باركر طبعا بيعتبر من اللاعبين الأساسيين في قائمة المنتخب الأجنطيني ببطولة العالم ولاب 39 دقيقة أو 18 ثانية ضد منتخب هولندا سجل خلالهم خمس أهداف في المباراة الأسف خسرها المنتخب الأجنطيني بنتيجة 29-19 ضد هولندا طبعا الزمالك كانت تعاقد مع جامس باركر في شهر سبتمبر اللي فات وشارك مع الفريق في البطولتين العربية والإفريقية لكن ليسا ما تأيتش فاق القائمة المحلية للكوماندوس وده كان بسبب طبعا أزمة الحجز على أرسيدة النيدي اللي كنا بنعيني منها خلال الفترة السابقة